السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا أخواني أشرح لكم اختصارات من استجرام بالتحديث الجديد طبعا الكثير يسألني عن هذا الشي كيف أخلي حسابي برايفت وكيف أمسح سجيل البحث إلى آخرة طبعا هذه شروحات أنا شريحها قبل كذا ولكن كل شرح بروحها يعني مو مع بعض اليوم رح أشرحها كلها مع بعض طبعا ممكن البعض يعرف هذه الاختصارات لكن أنا استغربت يعني كثير من الناس يسألني عن هذا الشي إلى الآن اليوم رح نعرف كل شي قبل أبدأ بالشرح أتمنى منكم أضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة طبعا الشرح رح يكون مختصر جدا بعد ما تفتح الانستجرام طبعا هذا حسابي في الانستجرام وتشرف بمتابعة الجميع بعد ما تفتح الانستجرام ندخل على العدادات الشكل الجديد نضغط على هذا الخيار من هنا وبعد كذا تطلع لك هذه الخيارات من الأسفل نضغط على هذا الخيار من هنا وندخل على العدادات بعد كذا تفتح لك العدادات من هنا بالبداية إذا كنت حابة تشوفé الصور اللي أنت معطيها Like نضغط على هذا الخيار من هنا وتظهري لك جميع صور المقاطع اللي أنت معطيها Like بعد كده إذا تبغيت تمسح سجل للبحث نضغط على هذا الخيار من هنا ومجرد ما نضغط على هذا الخيار كذا يسألك يقولك هل أنت متأكد مسح سجل للبحث؟ نعم متأكد نضغط على هذا الخيار وبكذا يتم مسح سجل للبحث في انستغرام بعد كذا طبعا هنا اللغة طبعا الآيفون ما يدعم اللغة العربية هنا إذا كنت بحسابك يكون برايفت نضغط على هذا الخيار من هنا ومجرد ما تفعل هذا الخيار راح يكون حسابك مقفل يعني برايفت ما يشوف الصور والمقاطع والمضافين عندك إلا ليتابعك بعد كذا إذا كنت بتشوف اللي أنت معطيه مبلوك يعني حضر نضغط على هذا الخيار من هنا وتظهر لك جميع الحسابات اللي أنت معطيها حضر الخيار اللي بعده إذا كنت بتشوف المتصل في الديريكت يعني عند نقطة خضرة يعني أو زي اللمبة الخضرة كذا نضغط على هذا الخيار من هنا ومجرد ما تفعل هذا الخيار راح تأرف منه الموجود في الديريكت وهم برضو يشوفونك إذا كانوا فعلين هذا الخاصية إذا قفلت هذا الخيار أو هذا الخاصية أنت ما راح تشوف أحد متصل ولا هم راح يشوفونك أتمنى الشرح يعني واضح وبسيط وسهل أي سؤال أو سفسار بخصوص هذا شيء أنا دائما وأبدا بالخدمة أشكركم على المتابعة وفمانه الله